اشتركوا في القناة والاسيوية مشهدا لمستوى التعاون والتنسيق بين الجانبين في مختلف المجالات والذي انعكس ايجابا على المستوى الاقتصادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا النيابة عن سيدي خاد المحرمين الشريفين الملك سما بن عبدالعزيزة للسعود أن نرحب بكم في المملكة العربية السعودية حيث نسعد بعقب القمة التي تأتي تكريسا لعلاقة صداق صداعون بين دول مجلس التعاون الخليجي العربية ودول رابطة الاسيان يهدف اجتماعنا اليوم إلى تنمية التعاون والشراكة ويحق مصالح الشعوب ويعزز فرص النماء ويرسخ الامن والاستقرار ويؤلمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة هاليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدينيون الابرياء وفي هذا صدد نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من أشكاله تحت أي ذريعة وأهمية التزام القرون الدولي الإنساني وضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية وتاهية للظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم الذي يكفر الوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 67 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع أصحاب الجلالة والفخام والسمو لقد حققت دول مجموعتين إنجازة مهمة في طريق التنمية الاقتصادية حتى تتجاوز الناتج المحلي لدولنا مجتمعة 7.8 رليون دولار وشهدت دولنا معدلات نمو اقتصادي زادت من نسب مساهمتها في الناتج المحلي العالمي حيث نمو الاقتصاد دول مجلس تعاون بنسبة 7.3% ونمو الاقتصاد دول الأسيان بنسبة 5.7% خلال عام 2022 وذلك يدفعنا للعمل معا نحو الاقتصاد أكثر ازدهارا إن العلاقات التجارية بين دول مجموعتين تزداد تطورا ونمو حيث بلغ حجم التجارة مع دول الأسيان 8% من إجمالي تجارة دول مجلس تعاون الخليج العربي عالميا بقيمة وصلت إلى 137 مليار دولار وتشكل صدرات دول مجلس تعاون إلى دول الأسيان 9% من مجموعة صدراتها وبلغ حجم الواردات من دول الأسيان مرسبتها 6% من مجموعة واردات دول مجلس تعاون وخلال العشرين عام الماضية ومثلت استثمارات دول مجلس تعاون في دول الأسيان مرسبتها 4% من مجموعة استثمارات الأجنبية الموجهة للدول الأسيان بقيمة تصل إلى 75 مليار دولار وشكلت استثمار دول الأسيان في مجلس التعاون خليجي مرسبة 3.4% من مجموع الاستثمارات الأجنبية مباشرة إلى دول مجلس التعاون بقيمة 24.8 مليار دولار وفي ظل ما تمتلك دول مجموعتين من موارد بشرية وفرص تجارية ومشاريع استثمارية واعدة فإننا نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة وفتح أفاق جديد للتعاون في جميع المجالات وإننا نجد نشيد المستوى التنسيق والتعاون بين دولنا في المحافل الدولية لنؤكد حرصنا على تعزيز العمل الدول المشترك لتحقيق أهدافنا بما يلبط طلعات شعوبنا وفي هذا الصدد فإننا نثمن إعلان دولكم دعم ترشيح مملكة لصدفة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض أصحاب الجلالة والفخامة والسمو تأتي خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الأسيان لمدة عام 2024-2028 إلى رسم خارط الطريق واضحة لما نسعى إليه من تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يخدم مصالحنا جميعا أن دولنا لستستمر في كونها مصدر آمن موثوقا للطاقة من مختلف مصادرها وفي الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية وتسعى باخطوات متسارعة لتحقيق مطلبات الاستدامة لطوية تقنية الطاقة نظيفة من خوضة الكربون وسلاسة الإنداد البترك مويات من الطلعين لتحقيق أقصر استفادة مشتركة من الموارد اللوجستية والبناء التحتية وتعزيز التعاون في مجالات السياحية والانشطة الثقافية والتواصل بين شعوبنا وإقامة شركات متنوعة بين قطاع الأعمال في دولنا بما يحقق مستهدفات الرؤى الطموحة لمستقبل أفضل يسودها الازدهار والنماء والتقدم وفي الختام نجدد ترحيبنا بكم ونأمل أن تسهم هذه القمة في تحقيق نتائج من موسى تعزيز التعاون في مختلف المجالات لما في خير لشعوبنا وازدهار لدولنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته